مرة أخرى تغرق العاصمة المؤقتة عدن في مياه السيول وتتحول الأحياء والشوارع إلى خرابة في ظرف ثلاث ساعات مشهد المدينة كارثي في كريتر والتواهي والمعلى والشيخ عثمان وغيرها من مديريات المحافظة فاجأت السيول الأهالي رغم أنهم ليسوا حديثي عهد بمثل هذه الأحوال الجوية تقول مصادر طبية إن أربعة أشخاص بينهم طفل لقوا مصرعهم كما فقد آخرون فيما تهدمت عدد من المنازل وحصرت بعضها بالمياه وجرفت عشرات المركبات والممتلكات وانقطعت الكهرباء عن معظم أحياء المدينة لا بنيت تحتية ولا قنوات ومضخات تصريف مياه ولا حتى خطط طوارئ فالمدينة المنقسمة والنائمة على أحزانها تكابد مرارة النزاع وتغرق في فوضى الفصائل المسلحة غابت فرق الإنقاذ والدفاع المدني وحضرت المبادرات الشخصية ففي هذه المقاطع المصورة تتجلى جسارة أبناء عدن في إنقاذ بعضهم وتتكشفها شاشة القوى التي تدير المدينة الرئيس الغائب عن المدينة وجه حكومته الغائبة أيضاً بفعل انقلاب المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً باتخاذ التدابير العاجلة لإغاثة المتضررين وهي توجيهات لا تجسد إلا حقيقة واحدة هي التيه وفقدان الحيلة فيما ستظل عدن رهينة من لا يملكون أدوات الإنقاذ عدن منكوبة تتذاع الأصوات المخنوقة من داخل المدينة فتسيل المناشدات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام فهل تتدخل المنظمات الإنسانية على الأقل لتقديم الإغاثة ومواد الإيواء؟ لم تنتهي الفيضانات هنا تقول مراكز الأرصاد وخبراء الطاقس فلا تزال السحب النشطة تتذفق ما يعني أن الأمطار الغزيرة ستتواصل في عدة محافظات بينها عدن والمحافظات المجاورة غير بعيد عن عدن غرقت مناطق في محافظة لحج بينها مخيم النازحين في منطقة الرباط وهو المخيم الذي فاضت به الأوجاع والأحزان وسوء التغذية يقول رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين هناك إن السيولة أدت إلى إتلاف كل محتويات المخيم من مواد غذائية وأغطية وأصبح النازحون في وضع مأساوي دون طعام أو مأوى